نخش في الجد كده كده هنتكلم كتير عن مباراة الزمالك والاهلي في الفاقة الاخيرة مع محمود شاكر ومحمد جمال كلام كتير فني بقى واعرف كل حكل التفاصيل الممكنة اللي انت عايز تعرفها عن الزمالك كل التفاصيل الممكنة اللي عايز تعرفها عن الاهلي نقاط القوة هنا نقاط القوة هنا نقاط الضعف هنا نقاط الضعف هناك كل حاجة عتعرفها عن هذه المباراة هقولك بس شوية ايه حاجات بسيطة كده عن المباراة دلوقتي أولهم قائمة الزمالك اللي أعلنت منذ قليل لهذه المواجهة أمام النادي الأهل القائمة هيكون فيها مين؟ هيكون فيها في حراسة المرمى محمد عواد ومعاز علاء ومحمود أشرف خلط الدفاع هيبقى حمزة المسلوسي وعمر جابر وحساب عبد المجين ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد فتوح في الوسط نبيل أحمد دونجا محمد شحاتة أحمد حمدي سيف فاروق عفر سيد عبدالله نمار متيابة وناصر ماهر وعبدالله سعيد وإحمد زيزو وفي الهجوم سيف الجزيرة وناصر منسي وسامسون أكينيولا أبرز الغيابات الوينش وعبد الشافي وأباما ومحمود علاء ومحمد صبح بسبب الإصابة عدم الجاهزين مصطفى الشرب وشكبالة أسباب فنية روأة وابراهيما نضاي ومحمد عاطف ومعاب ياسر وزياد كمال